زراعة مني كتزرع كتعطينا الغلة والحرطي اللي كان مقواعده كيعطينا الخير والخمير ومعايا غنطاقاو مع الفلاحة ولاد الفلاحة مباشرة من الأرض دياله توجهت الفلاحة لأنه عندنا حب في الفلاحة ونحن أصلاً أنه ولاد الفلاحة عليها خسارنا هالضومين اللي كان عارفوه فيه بالزرق الحويل المصرف الفلاحة ومهديس فلاحي ولد هذه المنطقة وتنفتخر بعض المنطقة ونحن فلاحة أبنعاً جداً الزراعة الزحفران لقنا والدنا وشدودنا وارتين هاتهو معاً الأجداد ديالهم حرط البلاد غنحرطوا البلاد مع الفلاحة ونعلموا كيف سننجحوا فلاحتنا الأساس في الفلاحة كلها تلعب على الزراعة هذا السقي بالغمر هذه طريقة قديمة جداً أما الشهر الحقيقي ديال التربيه هو شهر واحد شهر واحد هتزبرداليا البلدية شهر واحد مخيرة حرط البلاد كل ما يخص الفلاح من الحرط حتى الأحصاد وكل ما يخص البيع والشراء سلاويلا كان مع وجوعياً ما تزعمه على الشغاية سلاويلا كان خضر أعطي اللون وكان طويل تزعمه على الشغاية حرط البلاد الفلاح اللي يجب أن يكون فيها الماء ويعرف أشبيدي حرط البلاد أخوذنا الفلاحة السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حرط البلاد على إداعات أما فان الفلاح اللي معنا اليوم هو السحاميد هو فلاح وتقني فلاح هنا في المنطقة والمنطقة بالضبط هي جماعة ورقي دائرة العطوية إقليم قلعة سراغنة نتكلم معها عن نوع الزيتون الذي يفلاح وماذا هي الأنواع الأخرى الذين يوجدون هنا في المنطقة إقليم قلعة سراغنة هنا وسيئتنا مرحبا بنا كاملين عند السحاميد من جماعة ورقي دائرة العطوية إقليم قلعة سراغنة السحاميد مرحبا بك أمواجي داعتي مفهم بارك الله وفيك سيدي مرحبا السحاميد أنت فلاح فلاح والثيقني ورئيس الجمعيين المغربيين ومشنزيتون واقتصاد فيما مرحبا السحاميد هذه المنطقة اللي فيها السحاميد ما اسمه هذه المنطقة جماعة ورقي دائرة العطوية إقليم قلعة سراغنة من حيث الفلاحة السحاميد بايش معروفة هذه المنطقة اللي احنا فيها هذه المنطقة أخويا كتعتمد اعتماد كبير على أشجر الزيتون كما كتشاهدوا احنا وسط يعني الزيتون وسط الغابة دي الزيتون جماعة ورقي هي واحد الجماعة قروية وسط أشجر الزيتون كتمتز بالزيتون وزيد الزيتون وكتعتمد يعني الفلاحة التانية على الحبوب القامح الشعير فارينا وكتعتمد على يعني مكنش في الحليب لا يوجد زيتون ولا يمطع لأن كما تعرفوا إقليم قاع سراغنا يحتر المرتبة اللولة في الشجر الزيتون ويحتر المرتبة الثانية في إنتاج الحليب يعني الاعتماد كبير على الكالاء وعلى الزيتون ولكن الشجرة الأساسية هي الشجرة الزيتون أرجع معك سيحميد أعرف أنك تبارك الله تيقنية وعندك جمعية المغربية الزيتون نرح معك الزيتون الصغيرة لكي تترى للوحدة الحمد لله برنامج المغرب الأخضر يعني هو دير الدعم يعني الفلاح اللي بغى يستفد من الدعم يمشي القيشيني يعمر الوثائق ويمشي البيبنير اللي يكون سيرتيفي ويحطي الفاكتور سيرتيفي ويدفع الضوص القيشيني كتعوض له الدولة لغرس كامل أما يمشي البيبنير يأخذها يعني بحل بغينا نقول الحوزية والمنارة ربادية من 5 دراهم حتى 8 دراهم على حساب الطاية وعلى حساب العمر ديالها وكان الأصناف بزاف ولا وبزاف يعني من صاحب جلال طيلة قد يل برنامج المغرب الأخضر حتى لحد الآن ربادية تغيير جيدري كبير بشجر في زيتون في كل شيء لأن كان إخل المقلع سراغنا يعتمد على شجرة الأم هي البشولية المغربية شوية يعني البشولية المغربية فيها بزاف المشاكل يعني من ناحية عامكة عطي وعملة وكان الفلاح عنده بزاف المشاكل يعني في لوكادرامون في التبوع في بزاف ديال لالأمور الحمد لله من انطلاق برنامج المغرب الأخضر لحد الآن يعني كان تغيير كبير وهالتغيير جيدري غادي من 2008 حتى الآن المساحة الزيتون ضوبلت على ثلاثة أو أربعة المرات في إقليم قلعة سراغنا الفلاحة والبحث الزراعي يعني خدمة لتشهد المركز البحث الزراعي سيرتوف المركز الوطني البحث الزراعي اللي كان في بيد في إقليم قلعة سراغنا اللي كان تعتبر ثاني عالميا بعد الأندلوس بعد إسبانيا يعني بفضل هذو المهندسين والخبار دي البحث الزراعي تمكننا تمكنت المملكة المغربية من إنتاج جوج لأنواع الزيتون هي الحوزية والمنارة اللي انتاشتر واحد منتشار كبير كبير بززاف واللي اعطى نتائج مزيانة ولكن بالمصار العلمي والتقنية مزيانين ما يبقى العشوائية صرتوا بانا الحوزية والمنارة يعني يتقر على عين الطوس عين الطوس فيها كثيرا يعني الفلاح التي اتبع المصار العلمي والتقني رغض يمشي الإنتاج مزيان ومثلا مؤخرا يعني الوزارة فيلاح درت خدمتها مشات مشات مزيان الحمد لله التاء المجمع الشريف الفصفات يعني من خلق برنامج يعرف تحليل الطراب والتركيبة المناسبة والبرنامج المؤتمر والمجمع الشريف في وصفات لإعطاق إضافة إقلام قلع سراغنة كانت جربة ناجحة 100% من ناحية الطائر العلمي والتقني من ناحية الدورة التكوينية لأن إقلام قلع سراغنة من الأقليم المحدودة اللي عندنا جوج مهنديسين اللي أكفاء تبارك الله كي خرجوا عندهم مجموع دي الفلاح اللي كي تتبع معامل البروغرام مصار التقني والعلمي وجميع الأنحاء المملكة المغربية اللي ماتلا مشينا الإقلام من راكش كنصيبه جمهنديسين مشينا الإقلام شيشاوة كنصيبه جمهندية هدرها واحد طفرة نوعية وهدر المهندسين اللي بالمجان كيدروا التحليل للطراب للتركيبة المناسبة وإقلام قلع سراغنة من الأقليم المحدودة لأنها فيها الوحدة الدكية لإنتاج الأسميدة هدي كانت شراكة قوية لخبراء دي المكتب الشريف فوسفات لحطوها تجربة هدي في إقلام قلع سراغنة وبالضبط في الجماعة اللي في احنا هي جماعة ورقي هذا السمارت بلندر أو الآلة الدكية لإنتاج الأسميدة الفلاح يدير التحليل للطراب الفلاح بعدها لم يكن يعرف التحليل نهائياً تدخل برنامج جميل يعني يدير التحليل للطراب ويديد التحليل للمهندسين مقابل الآلة الدكية لإنتاج الأسميدة ويعطيها هذه التوصيات المختبار ويخرج له التركيبة المناسبة لخص أرضه ما زيدة ما ناقصها وهذا العام وصلنا لكتر من آلف تركيبة مشخصة وهذا التركيب إحنا كجمعية مغربية موجودة زيتون وقتصاد في الماء والمهندسين في البرنامج مويتمير كنديروا زيارة لهادوك الفلاحة للدو لانغري من هديك السمارت بنا نعرفه واش هاد لانغري يخدام بالأسوس العلمية والتقنية يخدام بزيان ولا ولا يعني كينش خلال الحمد لله يعني كيميكي قول واحد المثال المغربي عيب البحيرة تفتاشها يعني الحمد لله واحد النتيجة اللي خيالية وخرج منا الفلاح خرجنا من إقليم قلعة سراغنة من العيب والعار الفلاح يضرب تمارع العم كامل ويحصل على جوجة ثلاثة طون في القطار لانه عيب قاع بزاف قاع لانه صعيب النفس المنافسة العالمية يعني انا منك نشوف انا كين في غروبات ديال تونس ديال اسبانيا يعني الناس في وصلوو 8 طون عشر طون ولكن احنا بالمصار التقني والعلمي في 2019 حصلنا على سبعة طون في القطار و 2020 حصلنا على 11 طون في القطار وهذا العام ان شاء الله بإذن الله احنا خدامين جهدنا كامل باش نحصلو على 15-16 طون لانه باش ندخلوا المنافسة العالمية خاصنا بهذا القديم لاطلع الروند موعد الفلاح والمصاريف قلالة غادي طيح لنا التامان ديال زيتور خيص المواطن غاديستافد الدولة غادي تصدر بتامان رخيص وندخلوا المنافسة العالمية مثلا لفونتاج البرنامج الموتمر لانه المشكلة للجودة عندنا طائح بزاف المغرب بحكم الجني ما كيكون بطرق علمية يعني كالخط كي يسوسو كي يضربو بالعصاق يعني البرنامج الموتمر ولا كي يدر داورات تكوينية على الجني هكي فاجدني باش توصل الزيتون في واحد النادج ويعطينا واحد الكالي يتمزينا لانا نخصنا اللعب للجودة دابا الحمد للإنتاج حنا الحلم دينا كجمعية مغربية موتية الزيتون وقتصاد في الماء وانا وصلوا مليون طون ديال الزيتون في اقل مقلعة السراغنة وهذا الأشجر اللي كينا دابا والأشجر اللي باقي نتاظروا الباقي ما ما تتعطيش وبالمصار العلمي والتقني وبالسمرت بلندر أنا متأكد غنوصلوها وغنفوتوها ليه ولكن المشكلة اللي غنرجعو لي تاني هو مشكلة تصويق اللي هو مشكلة خاطر وخاطر بزال الحمد لله شكر الله الشعب مغربي شعب مستهلك الزيتون يعني مكينة شدار مغربية من طانجل القويرة مكينة شدار اللي مصيبش عند الزيت حاليا الحمد لله هذا فونتاج كبير وكبير كبير بزاف أما الحمد لله في 2018 راح صلنا على جوج مليون طون ديال الزيتون وهذا العام إن شاء الله نحن نديره مجهودنا كامل بوزارة الفلاحة استشارة الفلاحية المهندسين ندير البرنامج المويتمير جمعية مغربية المجتمع المدني باش نحصله على واحد الكالي يتم زيانا وندخله للسوق العالميه والموهيم عندنا لزاف لأننا كجمعية مغربية جاونا فيديوهات من كندا ومن الولايات المتحدة الأمريكية من المونخارطين ديال الجمعية ديالنا كيقولك علاج زيت المغربية ما كي نجتم نحن صعيب ندخل المونافاسة لأن التمن كي تطلع علينا غالي في المغرب يعني تصيب مثلا لتونس كي تطلع علينا الخاس تونس عند زيتور الخاس لأنها كالروند موعدة طالع نحن بالخبراء ديالنا الحمد للله لدينا أطور لدينا خبراء لدينا مهندسين في البحث الزراعي في لونصاف لدينا تضافر الجهود كي نوصلوا له الهدف الهدف هو الرفع من المرضودية والفلاح يخسر يعني نقصه من المصاريف ديال الأرض لأن كل شيء موجود الحمد لله سير توفات السمارت بلندر لأنك تعطيك التركيبة المشخاصة وبتمر خيص يعني لديك شيء خاص في أرضك بالضبط هذه وجهة كاملة جهة تمركش أسفي لدرجة لأن تنمك ناس وفاس وخنيفراء وبني ملال وفقين منصاح السافدون من السمارت بلندر ديال قلعة تسراغ لأنك تعطيك التركيبة المشخاصة وفي جميع الفلاحات كتقول لي أنا عندي الفصة كي تعطيك التركيبة ديال الفصة أنا عندي يعني جميع التركيب كينا الحمد للله وبدكشب أسس علمية وأهم حاجة من التشي كامل هو لكاليتي دو برودوي يعني يعني المنتوج من الدرجة الليلة يعني ما مغشوش ما يعني واحد لكاليتي برودوي عالية قاع بزاف وإحنا من هضل المين بارم كنشكر جميع المتدخيلين اللي عاونونا في بشرفة من الإنتاج وإحنا من كنشوفوا برنامج الموتمير غادي مزيان والأوطور دي را قصك تعرف لأن الأوطور اللي مسير برنامج الموتمير أوطور يعني نفسه على البلاد أوطور يعني يعني عند الغيرة على البلاد هذا هو سبب نجاح برنامج الموتمير يعني وأهم حاجة من هذا الشي كامل لأنهم كيدروا المقاربة التشاركية يعني كيجي وعدنا كيتشاوروا معانا في الكبيرة وفي الصغيرة يعني في الكبيرة وفي الصغيرة كيتشاوروا معانا ماذا يمكن أن نفعله وماذا تصوركم على هذه المقاربة التشاركية خاصة للمملكة المغربية لكي نصل إلى المبتغة والحمد لله نحن نحن نصل إلى الهدف السحامي سوف أعود معك نقطة داب الفلاح التي يسمعنا دابا في هذه اللحظة وصعب إدار تحليلها الأرض ومشاركة الثلاثة الصغار التي يزرع كيف سوف يحفر لكي يخشي الشجار الصعب؟ خطوات الأولى يعني لخطوات الأولى أول حاجة قبل أن يشري الغرس لكي يرتاحها أول حاجة يعرف ما لديه المقارب أو ما لديه يعني في الأرض لكي نحصل على المنتوج مزيد أول حاجة يكون المقارب ثاني حاجة نشوف التربة لكي يرتاحها للطراب واش هالطراب صالح الزراعة ولا ما صالح ثالث حاجة نتبع المصار العلمي والتقني يعني كنشوفو حنا البيكتاج حنا البيكتاج يعني التراصاج يعني الفلاح كي يجيب واحد الخبير والتقني لكي يتراصي له الأرض البيكتاج هو يعني في المشتيكة تشوف تيجا ديال الزيتون مصطر رمزيان المسافة المناسبة اللي كنأكدوا عليه حنا في الفيديوهات اللي كنديروا في باش جمعية المغربية الزيتون يعني المسافة المناسبة لكل صنف من الأصناف ديال الزيتون لأن المغرب الحمد لله ولي عندنا بزاف ديال الأصناف ديال الزيتون منها المغربية الأصيلة يجب wehari المغربية الحوزية المنارة الدهبيه وبزاف ديل الأصناف مغربية تسوي محلولات جديدة هنا في مغرب وكائين الأصناف يعني داخيلة على المغرب من type LARBU-Coin اللاربوصانا، ليونان، بزاف ديل الأصناف اللي داخيلا للمغرب واوسرتوン البيشولي اللونغدوك اللي تعط busted evidence ومعرمت ihnen و skull and ku know بزاف ديال المعلومات على البيشولي اللونغدوك لأن البيشولي اللونغدوك تبدعهم هي ميام زيانة ولكن راه بزاف ديال فيها بزاف فيها سلبية وفيها الإيجابية أنا باش نحصل على ان مثلا يعني أهم حاجة يلستيشارة كين نزيل المهندسين والتقنيين ديال برنامج المهتمد ديال وزارة الفلاحة الجمعية المغربية بزاف ديال الأمور اللي نقدر نستفد منها نسول على الصنف مثلا أنا بندير الحوزية والمنارة الحوزية والمنارة أقل أقل طرصاج قس ندير سبعة لست على الأقل سبعة لستة سبعة لستة كانت طراصي سبعة لستة والحفرة يلزيشون مع البيشولي المغربية ما هي هي اللاربي كوللار اللاربوسانا يعني خص الحفرة تكون مزيانة تكون على الأقل واحد ستين سنتيم على ثلاثين سنتيم والرد الترابليكة للفوق رد والتحت يعني وأهم حاجة هو نحفر الحفرة ديالي ونخليها تشمش واحد ثلاثية من اللاربعية ضروري إذا كان التراب يتشمس بتحيد من الفيطريات بتحيد من بزاف ديال الأمور هي باش نتوكل عالها في الغرس ونغرس ثاني نحتار من المسافة باش تكون الفيرمة الهندسة ديالها مزيان ونغرس للشجرة ديالي وفي اللول ما عطيها لها أسميدة لأولو لأن الشبكة ديالها تكون صغيرة وما زال ما تسرحش يعني صعيب نعطيها الأسميدة و هي باقة صغيرة تتفوي ثلاثة شهور تكون الشبكة ديال الشجرة مزيان باش نبدأ لالبروغرام ديال الأسميدة على حساب التحالي ديال الطراب والشجرة مني كنعرفو حنا علميا شجرة مني كتكون صغيرة كتكون محتاجة مادة الفوسفور وانا مادة الفوسفور هي اللي كتتحكمن في جدور الجدر يعني القوة ديال الشجرة هي مادة الفوسفور ومقام تبع مع مع الخوبراء ديال المهندسيين ديال برنامج جمويتمير ولا وزارة فلاحة منتبع مع المصار ديال الفيرتليزازيوم قد يعني التسميد المعقلين وراء ديال الأومور مش مزيانة وستقي باش ما ننخنق الشجرة ومن الأحسن تكون ستقيب تنقيط باش ما نضيعش مستقبل المملكة المغربية راهو الماء يعني باش يكون قتصد شوية في الماء ونتبع المصار العلم وراءت نوصل إن شاء الله قلتي النقطة للطرساج شنو الذي يمزين واش ترساج عشراء عشراء اسبع عشراء 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 شوما يمزين الترساج مثلا نعطيك تجربة بسيطة يعني يبحث للترساج يختلف على اختلاف الانواع هذه الذين يجونا مثلا أنا أريد نضيل لاربكوينة لاربكوينة هي الزراعة المكتافة يعني القطار كيزليه 1666 يعني كنترسيها متر و 35 أو متر ونص على 4 متر يعني طائقة بزيف والعكس دي الحوزيو المنارة ممكنش نترسيها هذا المسافة لأنها شجرة كبيرة وشجرة يعني معميرة يعني أحسن نترساج مثلا في البيشو المغربية هو عشر على عشر لأنها شجرة أملاقة وكبيرة وكتعطي الإنتاج يعني مضوبة وخافية هذا الموشكل دي المعاومة عام كتعطي وعملة والإنتاج اللي كتعطي كتعطي إنتاج كبير كبير بزيف ويعدنا كين الشجر اللي عنده في قلعة تراغنا 300 عام 400 عام 500 عام يعني شجرة معميرة بزيفقة يعني أجيال وأجيال وأجيال وهذه شجرة وهذه شجرة دايرة العكس دي الحوزيو المنارة مقدر نترسيها سبعة لستة لأن وليدات البيشو المغربية هي الحوزيو المنارة يعني اللي بغيت مثلا الفلاح شهل دي الفلاحة داروا فلاحة عصرية يعني بدأوا مشاول لاربيكوين و لاربوسانا لاربيكوين و لاربوسانا خاصة طراصة يعني زرعة مكتافة يعني خاصة من نزرحاش يعني مساحة كبيرة و لقلنا لاربيكوين و لاربوسانا عنقولوا لاربيكوين و لاربوسانا هما تخصوا زيت زيتون يعني الحب دياله مرقيا وكمشي وزيت زيتون وكتعطي ما بين 30-32 ليلتر في القنطار أما لقنا الحوزيات المغربية رأى أصناف مغريبيين عاصيلين الحب دياله مغلية كيليق طرقة زيتون وكيليق أمام الزيت ولقنا الحب دياله لونكدوك رأى واحد الفارتي فرنسية ودخلت المغرب والمشكلة للبيشولي لونكدوك هو عندها واحد مشكلة في الجدر ولكن مع الخبراء المغربة والتطور دياله يعني المغربة كي يستفدوا من الأخطاء هذا هو الفونطان يعني داروها غريفي شدوا الحوزيات والمنارة وغريفها وعليها البيشولي لونكدوك والذي تجدر مغريبي والفقرة هو البيشولي لونكدوك والذي تقاوم لنا الأمراض يعني هذه المشكلة تحل الحمد لله عير هي البيشولي لونكدوك رأى تخصوزي لها هو طرقات يعني زيت المائدة يعني كانت مشيفة طرقات طرقات كتر وكانتعطي واحد الرنضمو كبير وأهم الشي كامل اللي كنقوله هو المصار العلمي والتقني يعني هذا ماشي عصر العشوائية بتاتا يعني الناس خاصة تقلب على موارد تقلب على مهندسين تقلب على لأنا كنصح أي واحد عنده كتر من عشرة الكتارات ويقول سادة يدخل تقني المعاهد المغربية الحمد لله بقول له بزاف والتقنيين كي تخرجوا بزاف على الأقل يدير تقني ولا واحد من الكاليفيكاسيو يعني عنده خبرة دي العامين دي القرايا ودي كيفش يسقيك كيفش هذاكرا أحسن يعني رغادي هذاك الرنضمو غادي يطلع وغادي يمشي بواحد المصار العلمي وغادي يوصل إن شاء الله بإذن الله والأخطر حاجة اللي ما عارفينه هو الفلاحق اللي كنقول لهم عود واحد وكنغوتوا على عود واحد عود واحد رأى المستقبل المغرب رأى المكنانة رأى هالخدام رأى ما بقعش المكنانة مستقبلة اللي كانت على عود واحد كان جيكا كين اللي فيبرور كين بزاف دي الطرق باش نجنيها أما كانت واقفة على عود واحد رغا نصيبها لهم مشكلة كبيرة وكبيرة وكبيرة بزاف مستقبلة في الجنيه دي الزيتون يعني لا يوجد جنيه ميكانيك لا يوجد كيفش ندير لها هذا الشيء كنقول لهم حنا توقف على عود واحد و أهم حاجة الشجرة الفلاح أهم حاجة في الفلاح هو يتبع المصار العلمي والتقني لماذا كنقول لهم المصار العلمي والتقني؟ فلاح يقول لهم جدود نار غرس والزيتون وهم كانوا يروا لهوال وكانوا يأتي جدودنا من غرس والزيتون كانت الأرض مسراحة كانت الأملح المعدينية بزاف كانت الأمور الأرض بقى مسراحة ويغيش فيها كل شيء ولكن بحكم الشجرة غادي وكتكبر كانت تأكل في المأملح المعدينية كالدقاء المواد والتربة في فيبل بحل الشي باتري ما مشارجيه يعني خصني أنا أعونها بشتعطيني الإنتاج إنتاج رمشات هذه الأيام ديال جدودنا دراطط وده أخطر حاجة أخطر حاجة والتحدي المستقبلي ديال الوزارة الفلاحة والمهندسين ديال برنامج ميريولونسا والتحدي المستقبلي والتغيرات المناخية لأننا كنعيشو فربعة الفوصول فنهار واحد يعني البارح حرال حال سخوليوم الحال بارد غدشتا يعني هالتغيرات المناخية هو مستقبل المغرب لا منحية الجافاف لا منحية الماء لا منحية بزاف ديال الأمور والسلسة والأمراض وبزاف ديال الأمور لذا خلصنا ندروا التضاف والجهود والمقاربة التشاركية في كل شيء لأن الفلاح الصغير والمتوسط والكبير رامعنيين بذل الأمر لأن لقدر الله مثلا هذا المشكلة الكزيلة المشكلة الكزيلة هو واحد الأمراض في إيطاليا لإيطاليا لأوروبا أوروبا ما قدرتش عليه ولا قدر الله ودخل المغرب خلصنا نكون مجندين لي لأنهم صارها ديرهم جهودة كاملة وواقفين على شغول السلسة وفي إقليم قلع سراغنة نشكرهم بزاف لأنهم واقفين على شغولهم ولكن هذا خلص الفلاح من الصغير المتوسط لأنه لا يرى شجرة فيها شيء مشكل ضروري خلصوا يدخل لأنها تروى وطنيا والمغرب يحتل المرتبة متقدمة عالميا وعيشون منها الآلاف والآلاف والآلاف كثيرا في العملة الصعبة في التصدير والأمور خلصنا نحافظوا عليها لا يقع لنا كيف يقع للدرق الفلاح لا يرى شيء مشكل في الشجرة وشافه غريب يرى هذا الشيء يعود يذهب إلى المهندسين برمج المؤتمر يذهب إلى المهندسين يذهب إلى المهندسين ومهندسين يدخل لما يرى المقدم أو القيد لأنهم يحافظوا على جميع لماذا نقوم بعمل جهودنا كاملا وعندنا ضغط في الواتساب وعندنا ضغط في الواتساب لكي نصنطل في اللحة كاملة سيحميد كنشوفه بعد فيها كلما يزرع الشجرة وذي الزيتون كيدل لها كيف يزرع شجرة أو غير صحيحة؟ يعني القصبة كيف يدروها الفلاحة لاحقا شجرة من غرصها صغيرة كتكون فتية يعني ما عندها الجدر يكون صغير كنديرو هذه القصبة باش نعاونوها شوية سيرتو المناطق اللي فيها الريح والمناطق اللي يعني ما مغروساش يعني ما معرض الريح ديريكس كنديرو باش تتقوى الجدر دياله يعني انتوصلوا واحد العام ولا عامين يعني اتبقى واقفة بوحدة واهم حاجة تكون واقفة على عود واحد وواحد يمشي البيبينير سيرتي فيه وياخد شجر واقف على عود واحد ويتبع المصار العلمي والتقنية سيجعل الأمور تمشي مزيئة ان شاء الله كنعرفوا باللي عمليات الزبير كتحشاج مطاريال خاص تبقى هاد المطاريال واش غير هز ووجيل الشجراء اولا يتعقام لا مطابعة العالم يعني الشجراء اهم حاجة يعني قبل ما ما ندخلك لدي مشكلة ديال الزبير اهم حاجة خسرت جنة بكري الشجراء باش تعاوننا العام الجاي باش تعطينا الانتاج مزيان من بعد جني مباشرة نبدأ العملية ديال التقليم تقليم شوفوا واحد اختصاصي في التقليم تكون حرفتوية التقليم وانتهالله فيه مزيان باش يتهالله في الشجراء يعني يجي ويكون عدد مطاريال ديالو قبل ما يبدأ ليانا في شجر نجيب لي شوية جافيل وشوية المعقيم ونحطوه لي حدا يدير ذاك المطاريال ديالو كامل فيه باش يتوكل عالله في الزبير ويزبر الشجرة مزيان ويهويها مزيان حينت الشجرة منك تكون مهوية كتكون الفيطريات ما يكونوش الأمراض ما يكونوش بالزاف ديال الامور الإيجابية للشجرة ديالي اللي غادي تمشي تمشي مزيان في النمو ديالها ونجنب ذاك الامراض اللي نجيب الامراض اللي كتنتقل من شجرة لشجرة بسبب ذاك المطاريال ونوقف على شغليه وفلحة هو الحمد لله يعني برنامج المويتمير يعني بحلها ايضافة كبيرة في قلع سراغنا الفلح ديال الإقليم قلع سراغنا يعرف قاعد المسائل العلمية والتقنية وعرفهم مزيان وهو يعودهم لك واحد مازال يتشوف بزاف الفلحة في إقليم ويعودوا لك على تجريبة لأنهم تكونوا مزيان في الزبير تكونوا دورات تكوينية في كل مرحلة من المراحل في المرحلة المناسبة في الجني كنت يرون برنامج مويت تكوين في الزبير كيف يجنيه مزيان كيف يزبروه كيف يداويه الأدوية هذه الأمور العلمية والتقنية الحمد لله تمكن منها مزيان وتمكن منها الفلح هذا ما يشجع الفلح ما يشجع الفلح لكي يمشي يمشي و أهم حاجة هو الرفع من المردودية كيف يجنيه مزيان في الجن؟ ما هي الطريقة العادية باليد أو الفيبرر؟ ننسب الشجرة ننسب الشجرة على حساب الحجم من الشجرة من الشجرة صغيرة وجناها بالليد من الشجرة كيف يزيد لأنه الزيتون لا يستخدم كيف يزين من الشجرة أما الفيبروت هو مزيان يعني الفلاح اللي عدو ميساحة كبيرة وعندو شجر كبيرة ضروري خصو يدير الفيبروت للمكنانة باش يقتاصد حينت الزيتون رامشي عشوائي الزيتون راح يساب شحال اصرفت عليه وشحال عطاني وقول لها جني كيدخل في المصاريف لأنه لا خدمت المكنانة قادين عنقتاصر في أيام قليلة والمصاريف تطيح لأنه جنيت بالليد راح صعيب وصعيب بززاف يعني واحد عنده ألف و لألف و خمسمائة شجر صعيب يجنيها بالليد يعني يخصو المكنانة وأهم حاجة شي كامل هو زيتون راح ويدخل ولمشكلة اللي يطيح فيه في اللاحة بزاف هو نحن ندرنا دورة تكوينية بزاف هذا المجال هو زيتون كيمشي لمعصرة يقعد ثلث ايام اربع ايام يمشي تطحن يعني الجودة ديالو كتطيح يعني الجدود نال القدام قال لك من الشجرة الله حاجة يعني مباشرة من الشجرة أنا قبل ما نجنيز زيتون ديالي حتى نشد الموعد ديالي في المعصرة هي باش نجنيز زيتون ديالي نده بواحد الكاليتين مزيانا ونحصل على زيت مزيان والبي آش فيه مزيانا ونحصل على زيت مزيانا لتشرف الايقليب وتشرف الفلاح وتشرف المستهلك هل زيتون الكتطيح في الارض؟ ماذا يدل لها الفلاح؟ هذا الفلاح يبدأ الزيتون لكي يكون مراقب سجر ديالو لطاح الزيتون مثلا يوميا خصوه يدور على زيتون ديالو لقطه لطاح الشجرة تلقطها يده للسوق والموهم خصوه يحيدوا مباشرة انحيدوا حانت لما يحيدوه كتربة في الفطريات وهذا من العوامل التي تخصر لنا الزيتون يعني الكاليتينجيل الكتطيح الزيتون يطح في الارض ويضعون حشرات ويضعون فطريات ويضعون الأمور لذا الفلاح ضروري خصوه يبقى ضروري أي فرمرة فيها خدام هذا الخدام من أدوار ديالو وراء تعلق المدية التي يسقي بالقوت يسقي ويضعون الزيتون ويضعون على زيتون ويضعون ويضعونه ويضعونه السوق يبيعه أو يطحنه أو يطحنه ويضعونه ويضعونه في الوقت لما يبقى يجنم على الزيتون ده بس يا حبيد إلا درناك مسؤول على هذه المنطقة ما هو الحل الذي يديرون الفلاحة وخصوصا الفلاحة هذه الزيتون باش أنهم يصوقوا مزيان هذه الزيتون المشكلة للتسويق وفيك نحن نقول نوعين ما الحمد لله إقليم قلعة تسراغنة في الزيتون لأنها معروفة وطنيا بالجودة وعروفة بزاف الأمور يعني أهم حاجة كنت ركز عليها أنا هي الجودة أن المستهلك لصابة الجودة عالية يقدر يخلصها بثمان مزيان وما يقول لك إلا لأنه أهم حاجة هي الجودة الثاني حاجة أنا يعني من المقترحة ديالي يعني لا مع برنامج المؤتمر لا مع وزارة الفلاحة لا مع الألوصة معجع الجهات هو البوابات الإلكترونية يعني وبرنامج المؤتمر تجاوب لنا على هذه المسألة الحمد لله يعني مستقبلا بإذن الله هذا يبدأ خدام على واحد الأبليكاسيو إن شاء الله اللي تعاوننا في التصويق يعني أي فلاح يدخل مثلا متوج يالو أنا عندي عشرين شجرات، ثلاثين شجرات، مئة شجرات راها مزيانة وهذا ونصورها، ندير اللوكاليزاسيو، ندير تليفون ونودي واحد سوق وطنيا ديال الهراء هذه الطريقة باش نحصله على يعني بوحد تمن للمستهلك، للفلاح، للواسط باش تكون الأمور مزيانا إن شاء الله، خاص البوابة الإلكترونية تخدم ووزارة فلاحة خاصة بتتفكر جديا في قناوات فلاحية مغربية، قناوات فلاحية، قناوات فلاحية كي عارفوا كي دخلوا البوابة الإلكترونية، كي عارفوا الفيسبوك، كي عارفوا مثلا مثلا الأبليكاسيو الأتمار دابا ما حال ديال الفلاحة دابا حاليا كي يضر لي أعلى أتمار الأتمار راها عاونة الفلاح بززاف، باش عوناته؟ عاونة الفلاح باش من كي يدير تحليل تطرب ديالو كي يدخل هذه التحليلة كي تعطي التركيباش خاصة فأرضو هذه راها يعني واحد قفزة نوعية في الفلاحة كي يعرف الطقس، أنا منطقة جامعة أورقي كني عارفوا لوري Trainer لا تجربة فأنا أريد العناصر الصغرى مثل البور فأنا أريد العناصر الصغرى تشتاق نرى الطقس وراء رأي وراء رائح أريد العناصر الصديق ويشتاق مهمة ودكتور نابة أي منog أمام في مشكلة صفورية وصورها يجابه بالتصوير بمثال الأمور الإيجابية في هذه الأمريكات أهم شيء كامل هو المقاربة التشاركية كانوا يديروا هذه الأمريكات وقالوا لي ما تريدون هذه الأمريكات وقالوا لهم هذه الأمريكات هي إيجابية لا نكره أي أمريكات أخرى للتسويق يعني نعرف كل ما فيها مثلا قلع سراغنا نقوله الزيتون قلع بركان نقوله الليمون مثلا قلعنا شيشاو نقوله الدلع قلعنا زاقورة نقوله الدلع يعني هذه الأمور تكون مفصلة ويكون عندها سوق وطنية الخضر والفوكي لا نكره هذه الأمريكات تكون قفزة نوعية تعاول الفلاح حميد أنت كفلاح ورأي جميع المغربية للزيتون ما هي نصيحة الفلاح لكي يخدم بالطريقة التقليدية؟ ما تقوله؟ أهم شيء في إنتاج الزيتون أو في إنتاج الزيتون أنا من نصيحتي لي الحمد لله حنا وصلنا المئات الألف الحمد لله لا في الصفحة دينا لا في الخارجية اليومية دي الفلاح الحمد لله حمد لله وصلنا اليوم لأنها مثلا غير مثلا جمعية المغربية كان زوره كتر من 14 فلاح يومية يعني في الزيارات الخارجية اليومية كان نشوفوهم كان نوعيهم كان نحيدوهم من نكلة عشوية لأن لما خرشيش عن الفلاح رامكين التحاج الفلاح كيبغي زيارات أقسم بي الله لأن أي فلاح خرجتي عنده وشرحتي إليه المصار العلمي والتقني أنا متأكد غادي بدل تفكير دياله ولاش؟ الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام قل لك البركة في الشباب وأن الشباب هم اللي يقولوا فلاحة وبغوا يتعلموه يعني أهم حاجة يتبعوا المصار العلمي لأن من يمكن ندير الشجرة وحتى تركيبة مثلا مديالهاش نعود نقزمها كتر هي ما كان تعطيش ونزيد نقزمها كتن ندير تحليلها تطرف ديالي ولات ساهلة ومجانية مع برنامج الميتمير ونشوف التركيبة المناسبة الخاصة للأرضي لأن هذا المشروع ديال الصمارت بلندر وللأ الألة الدكية لأنتاج أسميدة راه مشي ديالي أنا ولا ديالجمعية راه ديال إقليم قلع سراغ وللجيها هذا درم مفخرة باش الناس توعى وتعرف أشكاين وتعرف أشخاصها بالضبط هذا شيء كامل باش نرفع المرضودية ونطيحوا المصارف اللي كنخسر على الزيتون باش نحصل باش الفلاح يوالي بي خير على خير ويستقر في البلاد ما تكونش ذلك الهجرة القاروية بزاف والفلاحات تشجعوا ويستطمر كتر وهذا شيء كامل ما يطحش في الأخطاء ويمشي بالمصاري العلمي والتقني أنا متأكد رغادي وصل 100% أنا ما نصولك كفلاح في اللي بغيت تفلاح وإنما نصولك كجمعية المغربية للزيتون في البلاسة اللي بغيت تشجعوا بما زال تتخدمون فيها إحنا سولتين هذا السؤال أنا والله العادي مكرش نخدم من طنجة للقويرة والحمد لله أول حاجة ما أدركت لكم على المصار دي الجمعية المغربية للزيتون الجمعية المغربية للزيتون تأسات في 2012 نتأسات بقينا غادين بشوية 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 ولكن عندما ندخل البرنامج المؤتمر رأى واحد تحويل كبير وكبير بالزال أنا خرجنا من تقريبا من سبعالاف تل عشرالاف أبوني تل مئتين ألف أبوني لماذا؟ لأننا كنعطيه واحد المحتوى كما كيقال لي يا واحد الفلاح بعقله يعني شي حاجة مقلة وذل فيديويات في الوقت المناسب فمع المهندسين دي البرنامج المؤتمر وفي الأول كنا كنبارتاج يوم هاتين كنبير اللايف في تكوينات وصلنا للمنطانجا القويرة كل شيء يتفرج في الجمعية المغربية كل شيء يتعرفها وكل شيء يستفد منها وكل شيء يعيط لنا ونحن كندرهم جهودنا كامل باش نوصل للمعلومات التقنية والعلمية الصحيحة لفلاحة وانا هات سؤال من سبولتين انا مكرهتش نخدم في المناطق يعني ديال قلميم وحتل الداخل احتل القويرة هذي كل المناطق بقي خاصهم واحد دعم كبير ونوصلوا ليهم ومكرهناش يعني دعمنا برنامج المؤتمر ووزارة فيلا حتى نوصلوا لها نحن كعيطول يا فلاح هذا بالحال من قلميم وبغاو يخدمه والحمد لله النقطة بالضوء هي البرنامج المؤتمر دار مهنديس في اقليم قلميم يعني لبالينا ذك المطلبة والمهنديس كوفر اللي يخداب مع الفلاح هذه القلميم والقلميم توم ما يديروا الزيتون الحمد لله زيتون يعني غادي من الشامان غادي احتل القويرة نحن مكرهناش نتصل بي واحد الفلاح من الداخلة من الداخلة وبغايد يدير الزيتون في الداخلة قال لي وش مو كي تجرب معي هذا وانا مستعد وغا نزوره في اقرى فرصة باش نشوفوا الزيتون واش يخدم لنا في الداخلة ولا ما يخدمش يعني غادي نديروا المصار التقني والعلمي بدينا تحليل الطراب رصيف طلية الطراب من الداخلة حتى تلقى على سراغنة تحليل هذه الطراب عند دياله وفي اقرى فرصة غا نزوره وغا ندي معي شتلة من هنا يا واحد المية شتلة ولا ولا سبعين ولا ثمانين والغرصة يتمى وانتبعوا مع المصار التقني حتى نوصل الزيتون وحتل القويرة على سراغنة ان شاء الله مكرناش وغا نكونوا معاكم ان شاء الله بإذن الله بارك الله فيك مرحبا شكرا نسي حميد وانتمنى وان شاء الله نشوفوك على خير الله يبارك فيك اخويا وشكرا بزاف وهذه المبادرة تكون اخر مرة بغيناها بزاف تبقوا تزوروا الفلاحة وشو الحمد لله دابا مريحين معنا في وسط الضيعة يعني باش هادا هي هادا ركت تسمت هي المقاربة التشاركية ومن هادا المين بارتحنا كنشكروه ام اي ف ام على هادا المبادرة لدارة ويعني باش توصل الصوت دي الفلاح والصوت دي الجمعية والصوت دي المتدخلين في الزيتون هادا رأي انجازوا وانجاز كبير باش بزاف دي الناس عندهم مغارطة على الزيتون اتبار طاجي يعني يعني الفكرة دي الجمعية ولا دي الفلاح توصل اكبر عدد دي الفلاحة في المملكة المغربية وشكرا بزاف الله ميسير دامامي شكرا نسي حميد يا سيادنا حلقتنا دي اليوم سالعت وما تنسوش راه يمكن لكم ترجعوا تسمعوا لهذه الحلقة او لتسمعوا جميع حلقات برنامج حرط البلاد على الموقع دي الاداعة ام اف ام واللي هو ام اف ام راديو بوا ايما ومرحبا بجميع الفلاحة اللي بغاوا يعطونا التجارب ديالهم ويتواصلوا معنا فقط عبر رقم الواتساب اللي هو صفر ستا عشرين جوس الأصفار أربعين سفر ربعة صفر ستا عشرين جوس الأصفار أربعين سفر ربعة وسيادنا الله يسهل لكم الأمور والله ينزل البركة في الغلة ديالكم وكيف العادة ومختموا كلامنا كيف ما قالوا سيادنا اللولين الفلاحة من الماء والماء من الإيمان انطلقهم ان شاء الله في حلقة أخرى من برنامج حرط البلاد على إداءات أمفام سلام عليكم